اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم معنا معهم أجمعين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين وبعد نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أوان صدقاتكم وإخراج زكاتكم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم تأسيا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون كما قال ابن عباس في رمضان كان جوده كالريح المرسلة والله سبحانه وتعالى جعلكم دائما أعوانا للخير وهذه فضيلة فإن حاجة الذي يخرج الزكاة والصدقة أكثر من حاجة الآخذ لها لذلك ينبغي للمسلم أن يسابق وأن يسارع إلى ذلك الخير ولكم في كتاب الله سبحانه وتعالى مثالا طيبا في قوله في صورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أولى هذه السنابل الذي يخرج الزكاة يزكي نفسه وتزكية النفس هذه من الأمور المطلوبة في حياة الإنسان لأن النبي الكريم أرسله ربنا لتزكية تطهير نفوسنا من الشح ومن البخل ومن قبلها من الشرك ومن الرياء ومن الأمور التي تجعل حياة الإنسان في شقاء قال ربنا الذي يؤتي ماله يتزكى هذا مثال لأبي بكر الصديق الذي وصل إلى أعلى مقام حتى أنهم قالوا أن أبا بكر الصديق وصل بإيمانه إلى مقام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له يدا علينا إلا كفأناه إلا أعطيناه المقابل لها إلا أبا بكر نتركه لله سبحانه وتعالى يكافئه على ما قد قدم للإسلام وذلك بتزكية نفسه قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها ولن نصل إلى هذا المقام إلا بإخراج أطيب ما عندنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الأمر الثاني في السنبولة الثانية هي بركة في المال وسعة في الرزق من الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا يرسل الله ملكان يقول اللهم أعطي منفقا خلفا يعني عوض عليه في ماله في صحته في أولاده اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أي تلفا في ماله وفي صحته وفي أولاده والمسلم دائما يسعى إلى أن يكون عنده مال حلال وأن يكون أبنائه قرة عين له فعليه أن يتصدق فتلك أعظم شيء في التربية تخرج مالك بنية صلاح أبنائك وصلاح نفسك السنبلة الثالثة دفع البلاء ربنا يدفع عنا البلاء منها قال داو مرضاكم بالصدقة هكذا قال صلى الله عليه وسلم وقال صنائع المعروف تقي مصارع السوء حسن الختام يكون دائما للذين يتصدقون السنبلة الرابعة تيسير الأمور وقرأ معي في صورة الليل فأما من أعطى واتقى أعطى أعطاء لله ولذلك شرط التقوى ومن أهداف الصيام التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم وجزيل هذا هو الهدف أمام أعيننا مال يا رب؟ قال فسن يسيره لليسرى الأمر ميسر لكن الله يفتح له أبواب التيسير أكثر ويضعه من هبته ومن كرمه ومن نته سبحانه وتعالى ومعونته على طريق الاستقام والهداية والتوفيق والسداد وذلك بإعانته سبحانه وتعالى ألم نقرأ في صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى والعكس وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى كذلك السنبلة التي بعد ذلك أنها تقي صاحبها حر يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم كل مؤمن في كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة تحميه من حر الشمس ومن ذلك الشدة التي تكون في ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين الأمر السادس أنها وقاء وحماية وصور بيننا وبين النار قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ثم السنبلة السابعة هي مذخور من الحسنات عند الله يوم القيامة تثقل بها الميزان قال داود يا رب أرني كفة الميزان فأراه كفة الميزان كانت ما بين السماء والأرض فقال يا رب ومن يستطيع أن يملأها قال أملأها لعبد تصدق ولو بنصف تمره بنصف تمره لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى فسارعوا يا أحبة لمساجدكم ومؤسستكم للأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين وأروا الله من أنفسكم خيرا جعلنا الله وإياكم منهم اللهم آمين وجعلنا الله وإياكم من المتصدقين المتقين المخلصين الراغبين في عفو الله ورحمته اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا